موسيقى مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان امراض العمود الفقري الحقيقة ان العمود الفقري هو اساس للجسم كله هو اللي بيحمل كل الجسم وبيشيل كل الوزن ده وبيوزعه على الجسم قد ايه اي مشكلة بسيطة في العمود الفقري او في الظهر ممكن تكون مؤلمة جدا الحقيقة كمان في بعض المصطلحات الطبية الكتيرة جدا اللي بتتلغبط او بتلغبطنا زي ان واحد عنده الغضروف او واحد عنده انزلاء غضروفي او واحد عنده تزحزوح فقاري او عنده عرق نساء هل هو مرض ولا هو عرض الحقيقة في اسئلة كتير قوي هنجاوبها النهاردة في حلقتنا وايضا عن بروتوكولات علاج الالم هنتكلم مع حضرتكم ومع عضيفي الكريم في حلقة النهاردة دكتور يوسف عهدي ساويرس ماجستير جراحة العظام جامعة عين شمس اخصائي جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الهرم التخصصي ومستشفى السيدة العذراء مريم بالزيتون فاصل قصير نبدأ احوارنا مع دكتور يوسف خليكم معنا دكتور يوسف عهدي ساويرس حاصل على ماجستير جراحة العظام والمفاصل كلية الطب جامعة عين شمس اخصائي جراحة العظام والكسور والمفاصل وجراحات مناظير الرقبة والكتف وجراحات العمود الفقري بمستشفى الهرم التخصصي ومستشفى القديسة العذراء مريم الزيتون عضو الجمعية السويسرية لجراحة العظام اي او تروما عضو الجمعية المصرية لجراحة الكتف اي جي اس اس اي وعضو الجمعية المصرية لجراحة العظام اي او اي عنوان العيادة مية وعشرة شارع تومانباي الدور الارضي بجوار كنيسة القديسة العذراء مريم الزيتون تليفونات العيادة زيرو تلات وحايد اتنين تلات تمنيات تلتمية وتسعتاشر او زيرو تنين اتنين ربعمية وخمسين اتنين وستين اربعين واتساب زيرو تلات وحايد اتنين تلات تمنيات تلتمية وتسعتاشر للطوارئ زيرو مية اربعة وستين خمسة وعشرين خمسة وعشرين اتنين الموقع الرسمي ساورس ارثوبيديك دوت كوم فيسبوك www.facebook.com احنا في عادتنا بنقدم خدمات كتيرة من ضمنها حقن الرجبة عن طريق الحقن الزيت او حقن البلازمة بنقدم للمريض الحقن بتاع اختناق الاوطار كمان بنستقبل حالات الحوادث والحالات الطارئة وبنقدم لها الجباير والجبس والحاجات اللي العين يحتاجها كحاجات طارئة بقى عيني من مشكلة من مشاكل العمل لاني كنت مهندس سابق ولما طلعت على المعاش هبطيت اشعر بحاجات طرق طالية لهاي زيادة الوزن واستدبعها انه يبقى فيه خشونة في المفاصل المشكلة دي كانت بتقرقني لاني ما بقدرش اطلع سلالة ما بقدرش امشي ما بقدرش اعمل الجهد اللي انا بعمله زمان فناس كتير نصحوني ايوه يروح لدكتور عزون للأسف غالبية الدكاترة بالحل بتاعها الجراحة وحل الجراحة ده مش مناسب لكل الناس وخصوصا حد بالنسبة لي كبير في السن لكن لما عرفت عيادة الدكتور يوسف قابلته كاركتر شخصيته اداني نوع من انواع الاطنينان وابتدى يكشف علي وحددلي ايه نوع المرض اللي عندي والحل البسيط اللي انا تحتله الحل البسيط انه هو يحقني اوضر الحلول الجراحية اللي تساعد انه هو يخف بنتعامل مع الحالات بتاعة الضباط الصليبي بنصلح الضباط الصليبي باستخدام المنظار بنعمل اصلاح القطعة الغدروف الداخل للرجبة والخاريج للرجبة كمان بنشتغل على مفاصل الصناعية بمختلف عنواعها سواء في الرجبة او في الحوض كمان بنتعامل فيه جراحات المعمود الفقري اللي بتتضمن استقصال الغضاري في تسويط الفقرات اصلاح الاعوجاج توسيع القنوات العصادية استقصال الغدروف وما الاخت الحق مع بعض ناس كتير قوي حصل ويبتدى يرجع مرة تانية لكن معاه هو كان عنده تأكيد انه المادة اللي بيستخدمها مادة طويلة المفعول وبتقعد مش عايزين نقول فوليفر لانه فيش حاجة لا نهائية لكن الجودة بتاعتها تقد اقترب من 99% من الحل النهائي برضو ما ننساش فضل النظام والاستقبال حسن الاستقبال من اول ما ندخل العيادة بتاعت الدكتور يوسف بنلاقي فريق مساعدة بيستقبلنا بطريقة لطيفة بيحسسنا ان احنا موجودين جوه بيتنا مش موجودين جوه عيادة الدكتور ولما نقابل الدكتور يوسف الكارزمة اللي موجودة في شخصيته بيقابلك باتسامة بيديلك احساس اللي انه هو واقف في ظهرك مش دكتور بيتعامل مع مريض ولكن اخ او حد فاهم بيريحني في هوب كلينيك الحاجز بيتم عن طريق التليفون بشكل مسبك بنهتم جدا بالاجراءات الاحترازية لكل مريض مفيش مريض بيدخل من غير الماسك بتاعه بيكون في معايد مخصص لكل حالة بحيث نقلل الازدحام في العيادة بقدر الامكان بيكون فيه فايل لكل مريض بنادر نتابع منه الحالة كل مرة بيزورنا فيها منتظرينكم تشاركونا في اي وقت في عيادة هوب كلينيك كل العمليات ديه بنعملها فيه مستشفيات متخصصة بمستويات مختلفة عشان نقدر نقدم للمريض افضل خدمة وبالاسعار اللي تقدر تناسبه وفي نفس الوقت نضمنه افضل نتيجة عايزة تفعلات ان القرار العملية هنا في العيادة بيتاخد بكل امانة لو في مصلحتك لو نقدر نعمل اي حاجة تانية غير اتخاذ الجراحة هقدمك كل الحلول الممكنة وانت بنفسك اللي هتختار الحاجة اللي تنسبك اشتركوا في القناة مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحياتك حاليتنا النهاردة الحقيقة عنوانها مسير للجدل لان دايما الناس كتير بيبقى عندها بعض المشاكل في الظهر او في العمود الفقري لكن بيبقى عندنا مشكلة كبيرة في فهمه هل ده ممكن يكون حاجة كبيرة ولا حاجة بسيطة حاجة قلم بسيط كده ممكن يروح مع شوية حركة شوية رياضة ولا ده الحاجة اللي محتاجة او تستدعي ان احنا نعمل بعض الفحوصات بعض الكشفات نعرف الموضوع اكتر ونبتدين ناخد فيه اجراءات للعلاج معي مع حضراتكم عن هذا الموضوع امراض العمود الفقري ضيفي الكريم دكتور يوسف عادي ساويرز ماجستير جراحة العظام جابعتين شمس وايضا اخصائي جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الهرم التخصصي مستشفى السيدة العذراء مريم بالزيتون برحب بحاجة دكتور يوسف مشرفني فنن جدا كالعادي انا بحاجة دكتور يوسف وبتيالي مهمة اوي قبل ما نتكلم على العمود الفقري نفهم اهميته للجسم ونشاط الجسم وحركة الجسم عمود الفقري بيمثل ايه طبعا يعني كلنا قادرين نحس ان احنا لازم نهتم بيه بس عايزين برضو ناخد بالنا من اهميته في نشاط او حركة الجسم شكل عادي بس هو العمود الفقري ده جزء اساسي جدا في حياتنا هو ليه وظفتين اساسيتين انت لو هتاخد بالك تلاقي نهي كل جسمنا عبارة عن الكور بتاعه عظمة وبيحيطها عضلات وحواليها اعصاب وشرائين واوردة العمود الفقري هو الكور بتاعي جسمي نفسه مش الاطراف هو الجزر هو حضر الاساس اللي مبني حواليه كل حاجة في الكور بتاعي في الجسم بتاعي نفسه ومش في الاطراف فوظفته الاساسية اول واحد انه هو بيساعد على النزول الوزن بطريقة سليمة من راسي لغاية العمود الفقري بتاعي الى قدمي ده رقم واحد رقم اتنين هو ليه دور اساسي جدا في الحركة بتاعتي انا بعرف من خلاله اقدر اتني ظهري اقدر ارجع ظهري الورا الف يمين الف شمال الوظيفة الثالثة بتاعته هي دي وظيفة المهمة جدا على الاطلاق هو نقل الاشارات العصبية نقل الاوامر اللي بيبعتها المخ الى الاطراف البعيدة اللي هي العضلات الفيديو اللي هو متوضح ده ده بيوضح جدا وظيفة الفقرة نفسها والغضروف اللي موجود ما بين الفقرة والتانية الغضروف ده بيشتغل كمخدة مخدة بالضبط زي المساعدين كده في طورة عربية او حاجة بتمتص الصدمات وفيه ما بين الفقرة والتانية فيه مفصل المفصل ده بيسمح بحركة معينة كل فقرة مختلفة عن التانية في الحركة اللي بتعملها وفي النص بتاع الفقرات بتلاقي ان فيه العمود الفقري للحبل الشوكي الحبل الشوكي ده بتطلع منه الاعصاب الاعصاب دي رايح جايه دي طريق تووي باخد اشارات من المخ بنقولها لجسمي وباخد من مجسات موجودة في الاطراف بتاعتي بتحس الالم بتحس البرودة بتحس الحرارة باخدها برجعها للمخ عشان خاطر يعمل لها اناليسس او يحللها ويفهم اكوردينج للحاجة اللي بتوصله للاشارة العصابية اللي بتوصله هو يتصرف ازاي ده ببساطة جدا احس بالقلم مثلا احس بسخونية فلايا اليدية تبعد فجأة عنه ده بكل بساطة ايه فيه امر حسي حصل حرارة انا حستها جمدة جدا اتنقلت عن طريق الاعصاب للحبل الشوكي منه الى المخ المخ فهم ان الموضوع ده خطر ممكن يحرقني فبعت اشارة عصبية او امر عصبي فوري انه يسحب اليد وهكذا انا اقدر عن طريق الحركات عن طريق الاوامر اللي هي بتتعامل بسرعة جدا جدا بقدر احس بالوضع بتاعي عامل ازاي بقدر ادي امر نفسي تلقائي من العقل اللواعي ان انا امشي اطلع انزل اتحرك كل الحاجات دي نعم كبيرة جدا ربنا مندهلنا معمرنا ما بنحس بيها غير لما بيحصل مشكلة بسيطة خالص في النقل العصبي ده او مشكلة بسيطة خالص في الاشارات العصبية دي فابتدي احس بحسيس غريبة ابتدي احس ان الاوامر اللي انا عايز اديها الجسمي مش عارفة ديها ابتدي احس بتقل ابتدي احس بانزعاج ابتدي احس بعض مراحة ابتدي احس بشكشكة بتنميل جهربة خدلان كل الكلام ده يترجم ان الحبل الشوكي مش عارف يعمل الوظيفة الصحة بتاعته ان هو ينقل الاشارات العصبية بطريقة سليمة للمخ ومن المخ تتنقل بطريقة سليمة تاني للعضلات انا عايز اشكرك على الكلمة حيك قلتها في النص على فكرة ان احنا مش بنحس باهمية الحاجة غير لما نفقدها او تتأثر بشكل سلبي حتى لو بسيط يعني مفيش حد فينا حتى لو يعني عايز اقول ايضافر يا دكتور يوسف لو بس تشاد نقدر نحس قد ايه فعلا كان بيحافظ على الجزء مثلا الحساس او البسيط في الايد او ما ايلا سلط فيعني فعلا حاجات بسيطة جدا لابالك عمود الفقر يمكن حيك شرحته ويعني اوفيت كده بفكرة قد ايه اهميته ان هو عمود زي ما حيك كده شرحت فكرة البنية او العمارة قد يبتت بنية على فكرة عمود يكون حاجر اساسي او عمود اساسي وتوزيع الوزن ويمكن حيك وصفته وشرحت كل ايه العوامل يا دكتور يوسف وعايزين حين ننتقل النقطة دي مع بعض العوامل اللي ممكن تأثر او تزود من نسب الاصابة بالعمود الفقري لان احنا كتير بننا نتناسى بنعيش حياتنا الطبيعية وما بنعرفش ان في حاجات ودي ايه ايه تنك يعني مهمة جدا في حلقتنا النهاردة ايه الحاجات اللي بتفعلا متقصر بشكل كبير قوي وبتزود نسب المشكلة في العمود الفقري او الاصابة بالعمود الفقري بص هو دايما احنا شعرنا الوقاية خير من العلاج انا قبل ما يحصل لي مشكلة انا اعرف مشكلة دي تحصل لي من فين وازاي احاول اتجنبها ده انا بكده اصرت على نفسي طريق طويل جدا من التعب والمعاناة في صورة بتوضح الكلام ده مجمعة كده بكل بساطة الاوضاع او الحاجات الغلط اللي انا ممكن اعملها عشان خاطر تجيلي اصابة اكتر في العمود الفقري منها طريقة الجلوس الغير سليمة على المكتب او على الكمبيوتر طريقة الجلوس بطريقة زي ان انا مثلا انا منحاني اوي اوي لقدام كلام ده كله بيخلي او مكفي يعني من سبيعها بالعامية مكفي او ظهره كده مكفي وهو قاعد شغال منهمك في الشغل اوي بس هو منهمك في الشغل اوي مش واخد باله من ظهره ان هو موجود بوضع مش مزبوط يعني زي ما قلنا ان العمود الفقري ده بينزل منه الوزن بتاع الجنجمة ووزن جسمي الى الطرف السفلي فالوزن ده مش نازل على العظم بس هو نازل على العظم ما بين الفقرة والتانية زي ما قلنا فيه غضروف وما بين الفقرة والتانية فيه اعصاب موجودة الوزن ده لو نزل بزيادة اوي هيزود الضغط على الغضروف وهيدوس على العصب الغضروف ده ربنا خلقه بيستحمل ضغط بطريقة معينة طريقة معينة يشتغل بها بوظيفة جميلة جدا لو زي ما حضرتك قلت كده المخدة او الوسادة اللي بتمتص الصدمات بس زيادة عن حده يبتل يحصل مشكلة ممكن يفرقع ممكن يتقطع ممكن المادة اللي فيه تخرج وتضغط على العصب ممكن يتاكل ويتبقى فقرة مسكة على فقرة تانية ما بقاش فيه مسافة ما بين الفقرة والتانية وهنا الوزن الزيادة نتيجة الانجل او الزاوية بتاعت الانحناء خلت الوزن غلط نتيجة ايه بالضبط كده بتخلي التحميل بطريقة لكن تبقى التحميل بطريقة غلط على العمود الفقري لو اضفنا لها سمنة يبقى احنا كده عملنا two factors يبقى انا قاعد بطريقة مش مزبوطة وكمان الوزن اللي نزل عليها هو اصلا زيادة انا زودته اكتر خلت فاكتر اكتر هي عموما ال sedentary life او هي الحياة اللي هي للأسف احنا بقينا فيها رفاهية شوية لانا قاعد على المكتب طول اليوم ما بتحركش طول اليوم الناس اللي بتسوق فترات طويلة الناس اللي بتقف الوقفة برضو متعبة جدا الحركة حلوة جدا لكن الوقفة الوحدها كده في نفس الوقفة متعبة جدا للعمود الفقري يعني بنزل حمل زيادة قوي على المود الفقري فالوقفة فترة طويلة حاجة مش مستحبة جدا كمان الطريقة اللي بتناول بها الحاجات احنا عندنا ممكن اعرف اخد حاجة من الارض بطريقة مش سليمة دايما بينصحونا لما نيجي نشيل حاجة تقيلة مامشلهاش وانا مسكها من بعيد اقربها دايما لجسمي لما اجي اوطي موطيش بظهر جامد استخدم ركبتي ركبتي ربنا الدهالي فيها مدى حركي موجود المدى الحركي ده ان انا ممكن قطني تانية بسيطة بركبتي مع تانية ضهرتي كده بقى انا اسمت الحركة على مفصلين مش على العمود الفقري بس ان هو اللي ياخد الحركة ويقطني بيها جسمي وركبتي مفروضة وانا انا اوطي بركبتي جامد قوي وضهري مفروض فركبتي نفسها يحصل فيها مشاكل فلما اعمل توازن بين الحركة والتانية ده يسهل عليها الدنيا التدخين التدخين ده حاجة من الحاجات المش حلوة جدا في الالتقام لو حصل كراك او حصل حاجة بسيطة ازة بسيطة في الغضروف وانا جسمي مش مهيئ انه يتعامل ويتعافى بسرعة نتيجة وجود عوامل خطورة زي التدخين او زي الاكلات الغير صحية كل الكلام ده بيخلي الالتقام بتاعه مش سهل الالتقام يبقى مش سهل ومع وجود المشكلة فترة طويلة تبتد المشكلة تتفاق ندخل في فيشيا السيرك اللي هي دائرة مفرغة يعني المشكلة بتؤدي للعرض والعرض ده بيزيد منه مشكلة وداخلين في دائرة مفرغة ما بتخلص بتأدي في الآخر لوجود مشكلة كبيرة في العمودة الفقر بشكوة قدرته يوسف برضو الحقيقة يعني النهاردة عايزين وحيك قلت ده في استكلامك بس الكمية التعريف والمصطلحات الطبية والدرجة كمان لغبطت الناس كتير قوي عندنا حاجات كتير حقيقة عايزين نسحواك فيها زي مثلا الفرق بين الانزلاق الغدروفي وتزحزع الفقاري بنسمع عن ده ونسمع عن ده حد يقولك عندي مشكلة في ظهري آه لا ده طلع عندي تزحزح فقاري لا ده طلع عندي انزلاق الغدروفي إيه الفرق ما بين تزحزح الفقاري وانزلاق الغدروفي فيه كمان يعني مصطلحات تانية زي مثلا شخص بيقول أنا عندي حالة حالة غدروف أو راح الدكتور قال له حالة غدروف أنا عندي غدروف يعني الغدروف ده متعلق شوية به الانزلاق الغدروفي ولا إيه الفرق بينهم أيضا يمكن حد بيجي له عرق نسة أيه هو عرق النسة يعني كم المصطلحات دولهم أصلا مرتبطين كلهم ببعض هو بكل بساطة أنا عندي غدروف وإحنا كلنا عندنا غدريف أنا عندي غدروف معيب أو عندنا غدروف فيه مشكلة هو ده المقصود به نعم أنا عندي غدروف إحنا طبيعي جدا كلنا عندنا بين كل فقرة والتانية فيه غدروف هلسي سليم بيشتغل كدعامة وكوسادة وكفاصة بين الفقرة والتانية وبيسمح بجزء من الحركة يعني جالت العادة أن المرض يسمى باسم الشيء زي مثلا واحد عاي يقول أنا عندي القلب طب ما احنا كلنا عندي ده القلب الآن يعني عنده عيب في القلب الغدروف بقى ده عندي غدروف أو عندي انزلاق غدروفي معناها بكل بساطة أن الغدروف ما بقاش موجود في مكانه السليم نتيجة زي ما قلنا الضغط العالي اللي نازل من العمود الفقري عليه هو جزء منه ضعف الضغف ده ممكن يحصل فجائي يعني أنا ضغطت زي ما كده بلونة وبلونة دي أنا مرة واحدة بدأ ببوس أو خبطتها خبطت جابني ففرقعت فهو في حاجة اسمها انفجار غدروف يعني انفجار غدروف يعني مادة الجيلاتينية اللي موجودة جوه الغدروف نتيجة شيء الحاجة غلط نتيجة عملت حاجة بطريقة مش مزبوطة حادة يعني مش مزمنة مش حاجة صغيرة لفترات طويلة الغدروف ده يحصل له ينفجر يطلع مادة الجيلاتينية دي هيوديها فين؟ هيوديها جنب العصب العصب ده حاجة حساسة جدا 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 العصب ده احنا بنعمله أزليدي يعني حاجة رئيئة أوي ما يستحملش اللمسة دي العصب ده في الطرف السفلي بنسميه عرق النساء أو السياتيك نيرف ده اللي هو الصورة اللي موجودة على الشاشة قدامنا دي بتوصف العرب بتاعه السياتيكا السياتيكا ده هو عبارة عن عصب طالع من مجموعة من الفقرات القطنية بيغزي الجزء الخلفي من الطرف السفلي فالغدروف أي حاجة تحصل في العمود الفقري فيها مشكلة تأثر العصب ده فعشان كده العيان اللي عنده واجع في رجليه تنميل حرقان كهرباء خدلان تقل شكشكة شد عضلي مستمر موجود في السمانة أو في أطارف الأصابع كل الكلام ده معناه أن العصب ده في حاجة ضغط عليه فمعظم المرضى اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري في العمود الفقري في الجزء بتاع الفقرات القنانية عنده بالتالي عرق النسا يبقى عرق النسا ده حاجة مشترك سواء كان أنا عندي نزراج ودروفي سواء عندي تزحزح فقاري سواء عندي خشونة في الفقرات طالما في حاجة ضغطت على العصب ده يبقى أنا جالي إيه عرق النسا الحاجة بادي هي إيه؟ يبقى عرق النسا هنا عرق عرق لكن هو مش اسم المرض العصب اللي أصيب هو عصب النسا أو عصب السيادة كنير وإحنا عندنا أشهر حاجة موجودة في الطرف السفلي عصب اسمه العصب الفخزي ده بياخد تخزية الفخد من قدام وده ياخد الفقرات اللي من فوق الفقر القطانية الأولى والتانية والتالتة والعصب اللي هو الوركي اللي هو من وراء اللي هو السيادة كنيف أو النسا وده بياخد الجزء السفلي من الفقرات القطانية فده العرض نفسه أو ده المشكلة اللي بيجي العيام بيحس بيها نتيجة لإيه؟ نتيجة ممكن يكون الغدروف انفجر ممكن يكون تآكل مزمن في الغدروف يعني ده البقى اللي هو سنين طويلة شغال لو بعمل مجهود جامد أوي على ظهري فبالتالي بالتدريج ابتدى يحصل تآكل في الغدروف ده ابتدى المادة الجيلتينية تطلع بس مش مرة واحدة فمعملت لش أعراض شديدة فجائية مرة واحدة لا أعراض لفترة زي الفيديو اللي موجود ده أعراض لفترة أو شوف الجزء اللي خرج ده ولمس العصب وعمل فيه الالتهاب الشديد جدا فالفترات طويلة فبتدى عنده نتيجة خروج السائل دكتوري اللي هو المادة الجيلتينية اللي موجودة بالزبط كده يعني هنا يعتبر الغدروف فعلا تصاب أو هطلع منه حاجة آآ آآ بالزبط فالحاجة دي بتطلع مفاجئ فتبقى انفجار أو تطلع بصورة مزمنة فيما عندي ألام مزمنة موجودة في العمود الفقري أو اللي يحصل إن يحصل حاجة اسمها تزحزق يعني إيه تزحزق يعني الفقرة نفسها ما بقتش مستقرة على الفقرة أختها ابتدت الفقرة دي تتحرك لقدام ده الأكثر شيوعا أو ترجع لورا ده حاجة ندرة شوية فلما الفقرة زي ما هو موجود في الفيديو كده الفقرة لما بتتحرك لقدام يبتدى العصب نفسه يتزنق المسافة الحركة المكان اللي بقى موجود فيه ما بقاش موجود فيبتد يتزنق يعمل لي أعراض نفس الأعراض بتاعت عرق النساء أو نفس الأعراض بتاعت العصب الفخصي وهنا ما طلعش مادة الجلتينية ها بس هو مزمن يعني الغدروف نفسه لما بنعمل جراحة لحاجة متقدمة زي دي هيكون المشكلة بتاعت العين ده أو عظم استقرار موجود في الفقرة يعني الفقرة غير مستقرة بتتحرك لقدام طبعا نتيجة تتحرك لقدام ده بيحصل تلايفات الحبل الشوكي بيدي بيحصل حاجة اسمها دي في القناة العصبية العصب نفسها تبقى ملتهبة جدا فكل الدواير كل الكلام ده هو أساس وجزر المشكلة هو التزحز وإلا حصل مشكورك طبعا هو يعني فكرة السبب أو المسبب لهذا الموضوع طبعا واضح أن فيه تفاصيل كتير وأظن أن كل حاجة منهم برضو هيكون ليه علاج مختلف أو فيه بروتوكول علاجي مختلف وبرضو هنعرف من حقيقة ده أيضا في الجزء التاني عندنا جزء كبير عن علاج الألم ويمكن المتخصص في هذا الموضوع أو اللي ليه علاقة بالعمود الفقري أو أمراض العمود الفقري بشكل عام دكتوريزي فهنا نطلع لفاصل قصير مع حقيقة مع سيدة مشاهدين ونرجع نكمل كلامنا خليكم معنا مشاهدين أهلا بحضراتكم مرة تانية رجعنا ونتكلم على مشاكل اللي ممكن تحصل في العمود الفقري وإزاي ممكن نعالجها أيضا إيه العرض اللي ممكن يجي ولو أيضا فيه تحفظ في بعض الأنظمة أو البرتوكولات الألاجية هنتكلم على ده بالتفصيل معي ومع حضراتكم من الغني عن التعريف وضيف في حلقة النهاردة دكتور يوسف عهدي ساويرس ماجستير جراحة الأعظام جامعة إن شامس وخصائق جراحة الأعظام العمود الفقري وبمستشفى الهرم التخصصي بمستشفى السيدة العدراء مريم بالزيتون برحب حياتك مرة تانية دكتور يوسف مشرفني جدا يا فندم الحقيقة حلقة فعلا مميزة جدا عن فكرة العمود الفقري وأهميته وأنشطة الجسم وأنشطة الحياة اليومية موضوع إنه هو فعلا يعني زي منقول عمود ويعني كلمته مظبوطة أنه هو عمود وحجر أساس للجسم كله وحركة الجسم كله وأيضا اهميته عشان العصب أو الحبل الشوكي يعني طبعا اللي بيحافظ عليه بشكل كبير والعصاب اللي بتطلع منه ويمكن حقيقة وصفتنا وشرحتنا في الجزء الأول إن قد إيه أي مشاكل أو أي حاجة بسيطة ممكن تحصل على فعامه الفقري ممكن تأثر بشكل كبير على العصاب زي التزحزح الفقاري وأيضا الانزاخ الغدروفي اللي يمكن شفناه حتى ببعض الصور والفيديوهات مع حقيقة دكتور يوسف النهاردة حابب نتدي فقرتنا التانية عن فكرة علاج الألم يعني دايما نتكلم كتير قوي على العمود الفقري ونتكلم على أهمية إن إحنا ناخد بالنا حتى في حياتنا العادية اليومية إن إحنا نحافظ عليه زي ما نقول له قاية أهم العلاج وزي حقيقة قلت الكلمة دي طبعا كلمة جوهرية وذهبية في هذا الموضوع لكن فكرة إن حصل مشكلة يعني بالفعل نتيجة بقى الجلوس الخاطئ أو العادات السيئة أو أي ريسك فاكتر أو عمل خطورة زي ما حاجت برضو شرحت وقلت حصل بعض المشاكل علاج العمود الفقري ممكن يكون إيه هل في حاجة أو سمعنا كثيرا حقيقة عن فكرة الحقن عن فكرة دور علاج الألم أو ما إلا ذلك ممكن حاجة تشغلنا في هذا الموضوع هو التخصص بتاع علاج الألم ده تخصص مهم جدا 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 في علاج العمود الفقري ولكنه ليه حالات معينة مش كل حالة بينفع لها حقن مش كل حالة ينفع لها تردد حراري مش كل حالة ينفع نعمل لها حقن للمفصل بتاع الفقرات فإحنا بيبقى عندنا بس شوية لغبطة في الحاجة المناسبة لها عشان كنا مهم جدا جدا أزور دكتور بتاع العظام أو أزور الدكتور المتخصص في جراحات رمود الفقري عشان خاطر أحدد أنا فين بالزبط الحاجات الغضريف البسيطة الحاجمها بسيط ما بتستدعيش إن احنا نعمل تدخل كبير ممكن تمشي جدا حتى بدون علاج للألم ممكن تمشي جدا عن طريق حاجة اسمع العلاج التحفظي إن أنا أديها شوية أدوية بسيطة جدا أعمل شوية جلسات علاق طبيعي وابتلي العيان يحس معايا إن فيه تحسن موجود بعض الحالات ما بتبقاش مستجيبة بس على حسب حجم المشكلة إيه أحدد أنا محتاج تدخل إيه بالزبط يعني أنا ممكن أحتاج أعمل في الحاجات الصغيرة جدا اللي ما مش شايف لها داعي كبير حقنا فقرات ده كمان بنستخدمه في الحالات اللي فيها ارتجاع يعني اللي فيه مشاكل حصلت في العمود الفقري ومسلا إن سنه كبير ما يقدرش يعمل عملية فيه عوام الخطورة عالية لإجراء العملية اتعمله عملية سابقة وفيه مشكلة حصلت أو فيه حاجة مش مزبوطة حصلة فبنستخدم العلاج بتاع الألم كخط دفاع تاني قبل ما أعمل حاجة كبيرة للعيان وبستخدمه كمان كجزء تشخيصي لأنه لو أنا اديت حقنت الجزء ده والجزء ده اتحسني يعني أنا ده المكان اللي فيه مشكلة ده المكان فبنستخدم العيان اللي هو محتاج يستريح منه ولكن يظل إن بعض الحاجات بعض عيوب علاج الألم إن بعض الإجراءات فيه هي إجراءات مؤقتة يعني مش بيبقى علاج جزري للمشكلة العلاج مسكين يعني أكتر بالظبط زي ما هو من اسمه كده علاج للألم مش علاج للمشكلة نفسها فهو إحنا قدامنا قدامنا حل من الأتنين يعني إما الجسم يتكيف مع المرض يتكيف معه بالعلاج اللي إحنا أديناه يتكيف معه بتأوية العضلات يتكيف معه بالعلاج الطبيعي وتبتلي حدة المرض دي يتقل خالص للدرجة اللي هو يبقى حاجة بسيطة جدا أو غير مزعجة خالص للعيان أو إن أنا أشيل المشكلة دي واحدة من الحاجات اللي أنا أخفف بها الألم إن أنا أستخدم علاج الألم لو ما فيه مقاومة الجسم مقاوم إن أنا ما أقدرش يعني ما فيهش استجابة كويسة موجودة على العلاج والعلاج الطبيعي وطبعا هنا يعني حقيق برد دخلتنا في حتة ممكن يكون فيه علاج تحفوظي وإمتى ممكن نعمل هذا العلاج التحفوظي أظن أن كل شخص أو كل حالة يبقى على حدة ويبقى كل شخص ليه بروتوكول علاجي وحتى في علاج وتسكين الألم مناسب لي في كل حالة لي هو العلاج التحفوظي دوره كبير جدا إنه هو الخطوة الأولى في العلاج مع العيان طالما العيان مش جاي لي بيشتكي من حاجات خطر نتكلم عنها بعد كده بس طالما العيان ما عندهش حاجة خطر تستدعي تدخل عاجل مني لإنقاذ العصب أو لإنقاذ الإشارات العصبية أو لإنقاذ العضلات لو فيها ضرر يبقى ساعتها أول خطوة هي خطوة العلاج التحفوظي العلاج التحفوظي أوقات بيحميني من أنا أعمل عملية يعني بيمكن لو اتاخد بطريقة مظبوطة أو طريقة بدري يخليني حياتي تتحسن جدا والمشكلة الموجودة تروح وما اضطرش أعمل جراحة ها يمكن عندنا عندنا حالة كده كنا حالة جميلة جدا عيان كان جالي في العيادة بيشتكي من ألام شيئلة جدا موجودة في الفقرات الصدرية والعيان دي كان جسمه سخن مش قادر يقوم مش قادر يتحرك جاي متسند مع ثلاث رجالة من كتر شدة الألم الموجودة وبعد ما خدنا تاريخ المرضي بتاع العيان والفحص والحاجات شايف السهم الأحمر ده بيشور على جزء أبيض كده يعني باقي الفقرات كلها لونها أسود والجزء عليه السهم الأحمر ده هو الجزء الفقرة الفقرة دي فيها حاجة اسمها التهاب صديدي يعني بكل بساطة فيه مكروب دخل ما بين الفقرة والتانية في الغضروف اللي ما بينها وعمل فيه التهاب صديدي للأسف الحاجات دي لو تشخصت متأخر بتخلي استجابة العيان للعلاج مش كويسة أو قاد بيجي العيان بمشاكل عصبية أو مشاكل يعني في الأعصاب نفسها تستدي تدخل جراحي عشان خطر أنضف الالتهاب الصديدي ده زي خراك كده يتفتح ويتنضف ويتحطم ضدات حيوية ويتعمل تثبيت للفقرات ولكن العيان ده هو يعني كان سمارت أو كان زاكي أنه هو يرقطه مشكلة بدري ويجي بدري يطلب علاج فبتدينا نمشي معا بروتوكول بروتوكول ده معمول عشان خطر علاج العدوى اللي موجودة في العمود الفقري بنتدي بروتوكول مضادات حيوية للمرض دولة علشان خطر نخفف الالتهاب ده بسرعة جدا وبنتمه عن طريق التحليل يعني احنا عندنا الصورة دي موضحة أن نسبة سرعة الترسيم موجودة هي 130 والCRB ده معامل برضو اللي هو بيزيد في العدوى عالي وإيجابي 75 تقريبا وبنعم التحليل دي كل أسبوع بنلاقي بقى أن الأرقام ابتدت تقل 130 تبقى 125 تبتلي بعد كده تقل خالص آه يمكن هنا 90 يا دكتور آه 90 فهتلاقي بالتدريج بتروح خالص لغاية لما تنتهي تماما فهي كل الفكرة أن المريض ده احنا شفنا مرضى أخرى بس هم جم في وقت متأخر كان بقالهم شهور بيعانوا من المشكلة دي وما خدوش العلاج الابروبيت أو ما خدوش العلاج السليم ويتيجة لكده الميكروب ده تمكن من الفقرة دي خلاص فبقى لازم يبقى فيه تدخل جراحي موجود عزارة من حقيق ايه الحالات للأسف ممكن من البداية خالص تقول لا دي ايه حالة جراحة آه بص هو أول حاجة احنا بتدرينا بيها الحالة بتدريتنا هي انفجار الغضروف بكل بساطة الغضروف ده خرج من مكانه مرة واحدة بيبقى فيه عند العيان ده ألم شديد جدا لا يحتمل آه والألم الشديد ده عادة بيبقى معاند جدا للعلاج اللي هو المسكنات والعلاجات اللي بتقلل الألم بتاع الأعصاب والحاجات اللي بتغذي الأعصاب أو الأكيوت أو الحاد بيبقى عنده ألم حاد جدا والمشكلة كلها في ايه ان المادة الجيلاتينية دي خرجت مرة واحدة على الحبل الشوكي غير خالص العيان اللي عنده ألم مزمنة بقالها سنين طويلة فقادر يتكيف مع الألم وقادر يتحمل وقادر مع شوية العلاجات انه هو يحس انه كويس ومبسوط ويعمل علاج طبيعي ولاقي الدنيا بتروحه بتيجي فوقه تحت يعني فهمني لكن العيان اللي بيجي مرة واحدة ده ده ما بيقدرش يتحمل الألم خالص فأول داعي هو ان العيان ما يبقاش فيه استجابة قوية للعلاج من الأول دي حاجة من الحاجات أو العيان مش قادر ينزل شغله مش قادر يأكل مش قادر يدخل حمام فعيان زي ده لازم نعمله تدخل جراحي عاجل لان احنا دوقتي حتى لو العيان هيتحسن بعد 3-4 شهور هيعيش 3-4 شهور حياة صعبة جدا وممكن ما يعرفش يقدر يتحملها فلو هو مش قادر يتحملها لازم نعمله تدخل جراحي عاجل تاني حاجة بقى الحاجات الأمراض اللي في العمود الفقري اللي بتخلي الإشارات العصبية ضعيفة جدا لدرجة أن العيان يبتدي يحس أن رجلية قيلة يبتدي يحس أنه مش عارف يحارك كف رجلية ده احنا بنتكلم على درجة متقدمة جدا الأعصاب لما بتتضرر الأول الجزء الحسي هو اللي بتضرر يعني يجي لي قلم يجي لي تنميل يجي لي كهرباء يجي لي حرقان خدلان تقل شكشكة كل الأعراض دي يبني كلم عن جزء الحسي لما ما يتكلم على الجزء بتاع العضلات لو جزء الموتور ده بقى جزء خطر ده جزء ممكن لو ابتدى يحصل فيه إصابة يعني تريدت أحس أنه أنا مش عارف تتحكم في رجلي كويس رجل ده حس أن الشبش ممكن يفلت من رجلي الجازمة ممكن ببقاش حاسس بيها احنا كده نتكلم على الجزء العضلي الجزء العضلي في النقل أو أمر العصبية الجزء ده لو حصل له ده مش لو حصل له أذى ممكن أذى ده ما يرجعش داني حتى لو أجريت الجراحة يعني حتى لو أجريت الجراحة الجزء ده ممكن يحصل فيه مشكلة تستمر إلى الأبد فبنعمل برضو الجراحة ليه في حاجة زي كده نعملها عشان خطر ما زيتش أكتر لكن معرفش أرجع أعرف أرجع دايما لو لحقة الجزء العضلي ده بدري قوي يعني لو العيان جي يشتكي أن الضافة ده حصل بقاله أسبوع بقاله أسبوعين بعض المرضى بيشتكي أنه هو مش قادر يتحكم في البول البول بيمكن يسيب منه كده الجزء ده ممكن يرجع مية في المية لو أنا عملت تدخل جراحي عاجل في وقت المشكلة نفسها إنما لو أهملت نفسي يعني فيه ناس بتجيلي في العيادة يشتكي أنه من سنين اللي شب شب بيفرت من رجليه طب ده أنا هعمل له إيه ده خلاص يعني هو العصب خلاص يتأذى أي تدخل دلوقتي صعب جدا يرجع الحاجة الموجودة زمان فأنا بعمل للتدخل الجراحي إمتلا لما يبقى عندي ريسك أو عندي مخاطرة إن العيان ده لو أنا سبته هيتأذي أكتر بكتير جدا من المخاطرة بتاعت إجراءة الجراحة دايما الإجراءات الجراحية بتكون مخيفة طبعا بس كتير بيبقى عندها مشاكل بالذات يمكن حياتي بتتكلم في نقطة حساسة ما بين العمود الفقري وطبعا الحبل الشوكي أو الأعصاب اللي طبعا بتروح وتتفرع لكل جسم وطبعا أهمها الأطراف سواء الإيد أو الرجل أو ما إلى ذلك وطبعا دي حتة حساسة جدا الناس كتير بتخش عمليات وبنسمع دكتور يوسف عن الناس ممكن فعلا متحركش تاني نتيجة إجراء خطأ أو مضعفات كبيرة ممكن تكون حصلت أول حاجة الكلام ده صحيح ولا لا تاني حاجة المضعفات المحتملة ناس كتير عندها مشاكل في معارفة المضعفات وبيخافوا لدرجة خلاص بقى هو بانيك أنا مش هخشه خلاص أنا مش هعمل تدخل جراحي لو الدكتور قالي تدخل جراحي أنا هقابل 2 و 3 و 10 لغاية لما حد يقول لي لأي علاج تحفظي ونمسك فيه ونمسك فيه بالزبط بص هو فيه احنا ما بنحبش نحب نحط الحاجة دايما في المقدار الصحيح بطاقها أنا بنحبش نعمل تهويل للمشكلة أو بنحبش نعمل تقليل للمشكلة وانا نحب نعمل تهويل للمضاعفات وانا نحب نعمل تقليل من المضاعفات يعني فيه فيه بعض الممارسات الخطئة ممكن يفهم العين ان الحالة بتاعته حالة خطر وحالة جديدة جدا ولازم تدخل جراحي عاجل وهو موضوع لأ أنا ممكن أستنى وما فيش مخطرة من أنا أستنى هي دي الفكرة ما فيش مخطرة من أنا أستنى لو سنة أسبوع اتنين وحاولت بالعلاج وعملت علاج طبيعي وريحت ممكن أتحسن فلو ممكن أتحسن ببتدي أخذ البوزاشن ده بس لو أنا أخدت معلومة غلط أن أنا حالتي خطر وهي مش خطر ده إجراء مرفوض وكذلك برضو في المضاعفات يعني بيجي عيان زي اللي أنا وصفت لحضرتك كده عنده أنا مشريك جدا وابتدأ يحصله ضف في العضلات وأقول له أنا لو اددرت أدخل النهاردة ممكن أنقذ العصب لو أدخل بعد أسبوع عليه علامات استفهام لو أدخل بعد شهر صعب الدنيا ترجع فالعيانة زي كده النسبة بتاعت المضاعفات بتاعت الجراحة أقل بكتير جدا من نسبة المكاسب بتاعت العملية المكاسب أعلى ففي مضاعفات وردة أو في مضاعفات وردة بس ما فيش تهويل في المضاعفات يعني فكرة أن الواحد يعمل العملية وما يتحركش تاني دي حاجة يعني ندرة ندرة جدا وأكوردنج للكيس يعني أكوردنج للحالة أنا قدامي إيه لكن لو جيه عيام مثلا بقاله 3-4 سنين عنده مشكلة وعنده ضعف في العضلات وعمل الجراحة الناس بعد العملية فاكرين أن العيان ده هيقوم يمشي تاني يعني بالضعف الموجود بقاله 4 سنين في حين أن الجراح قيل العيان خد بالك أنت حسن ده مش هيحصل إحنا نعمل عملية علشان خاطر نوقف المرض على الحد ده ممكن حاجات بسيطة ترجع أو ممكن ما فيش حاجة ترجع أصلا بس على الأقل أنا حامت لك الجزء الباقي أني محصلش فيه دعمش اللي حواليه شايفين إيه لا ده عمل العملية وزي ما هو في حين أن الجراح قيل العيان ومفاهمه كويس جدا أن أنا داخل دلوقتي عشان خطر أوقف المرض مش عشان خطر أرجع لك حاجة قبل كده لأن حضرتك جايلي في وقت متأخر بعد 4-15 سنين فأنا العصب ده صعب جدا مهما شلت أنا من الغضروف ومن الحاجة اللي ضغطت عليه هو خلاص حصل فيه أزا والأزا ده أزا دائم فأنا مش عارف أرجعه تاني ده حاجة بتاعت ربنا بس هو في الأغلب الدنيا مش بتتحسن فإحنا اللي من برة أو اللي بيسمع الإشاعات والأقويل بيبص على الحاجة ويحكم عليها بطريقة في حين أن اللي عارف تفاصيل المشكلة كويس قوي واللي قاعد مع العمل العملية كويس قوي فاهم أنا عملت العملية ليه وفاهم أنا متوقع إيه بعد العملية لو لنا متفق مع العيان عليه أن أنا هنعمل كذا أو هيحصل كذا ده ما حصلش ساعت نقول أن دي فهنا فيه مشكلة موجودة من الأسئلة كتيرة يا دكتور هي فكرة إمتى نعمل العملية اختيار السن المناسبة كتير أو ناس في الشباب أو ناس بتأليه صغيرين في السن يقولوا يعني أخش عملية جراحة وأعمل عملية في السن ده يعني دي حاجة وردو تساؤل وبردو صعب حتى نفسيا على هذا الشاب أنه هو يخش يعمل عملية والعكس نشوف حد كبير في السن وأنه برضو فيه شوية ممكن تحصل منه حاجة بتشوف ده ازاي بص هو إحنا بنعمل التدخل الجراحي على حسب الحال اللي موجودة قدامي إيه تحديد الحالة آه تحديد الحالة ما يفرقش معاي السن قال الصغير أو كبير طالما عملت له التحليل والحالة الصحية بتاعته مناسبة يعني هنأخذ في المثال الأول ده العيان ده كان عنده انفجار غضروفي بكل بساطة هو وطة يشيل حاجة تقيلة وقام ما ندرش يقوم فحصله شايف السهم الأحمر ده بيشور على جزء الأسود الجزء الأسود ده هو عبارة عن انفجار غضروفي قطع الحبل الشوكي يعني دخل فيه جامد جدا وعمل ألام شديدة جدا العيان ده سنه صغير هل معنى كده أنه أنا ما عملهوش جراحة لأ هو لو فضل بالحجم ده مش هيعرف يعيش حياته كويس خالص وهيحصل له مضاعفات فبالتالي دخلنا عملنا استقصال للغضروف عملنا تثبيت للفقرات زي ما حالتك شايف كده بأربع مسامير ده ده التطور بقى بتاع الجراحة أن الجراحة بتاعت تتعمل بسهولة جدا وبمنسبة مخاطرة قليلة خالص يعني علشان خاطة تسمح للعيان أنه يقدر يقوم ويتحرك تاني يوم العملية ويقدر يرجع للمانس حالته الطبيعية بسهولة بدري كمان الحالة التانية اللي معنا دي دي حالة بقى كان مزمن شوية غضروف كبير جدا وعمل ديء في القنالة العصبية واختناء في الحبل الشوكي وده كان سنه كبير بس احنا نشوف احنا نطلعين منه غضروف حجم مؤد إيه تخيل الحجم الكبير اللي حضرتك شايفه على الشاشة ده ده كان ضاغط على العصب عامل في العصب إيه العيان ده بعد العملية بيحس أنه حملة قيل زي كده حجر كان موجود على قلبه والحجر ده إتشال كل بساطة بندخل بنوسع القنالة العصبية بنشيل الغضروف بنعمل تثبيت للفقرات عشان نمنع أن يحصل انتكاسة أو بنمنع أن الغضروف ده يرد عليه مرة تانية ده بيحسس وقت يعني بقدر أطلع من العملية بحس أن الألم اللي كان موجود في رجلية جزء يمكن 80% ل90% منه اختفى تماما وباع الألاج ومع الأدوية بيبتدي الجزء الباقي ده كله يروح خالص مع الوقت فيعني الجراحة هي حل موجود هي مش الحل مش الحل الأول خالص الحل الأول دائم هو الحل اللاج التحفظي ولكن هي مش حل بوع بوع أو مش حل مخيف خالص طراما أنا الحالة بتاعتني مستدعية للجراحة طراما نسبة مكاسب الجراحة أعلى من نسبة المخاطرة أو نسبة المضاعفات الوارد حدوثها سعادة اتخاذ قرار الجراحة هو أحكم قرار ممكن أخذ عشاني برضو قبل ما أختم مع حالك على فكرة الخوف من الجراحة أختم بفكرة الحياة الطبيعية أو ممارسة الحياة الطبيعية بعد الجراحة هل بتتم محاكي ممكن قلت التعافي بيكون سريع بس سايزين برضو نفهم أكتر عن ده هل فعلا العياني يقدر يعيش حياته الطبيعي مرة تانية هل فيه ناس بيبقى فاهمة إن إحنا لو حطنا مسامير في ظهرنا إحنا مش نعرف نقوم ونتحرك أبدا وده فهم خاطئ إحنا بكل بساطة إذا ما بنسبت بنسبت فقرة أو فقرتين مع بعض فالمدى الحركي اللي موجود في باقي الفقرات بيسمحني إن أنا أمارس حياة الطبيعية كويس جدا أنا بقدر أقوم وأتحرك من العملية تاني يوم العملية أنا قدر أدخل الحمام تاني يوم العملية أنا قدر أقوم وأمشي بيبقى ممنوع علي بس إن أنا أشيل حاجة تقيلة أو إن أنا أوطي بظهري وده طبيعي جدا نتيجة أنا أعمل جراحة الألم بتاع ظهري مش هيسمحني إن أنا أعمل ده بنفضل موجودين في الفترة دي من شهر لتلت شهور لغاية لما دي تتحسن خالص بس نقدر نطمن ليه العيان إنه يقدر يقوم ويمشي تاني يوم العملية الفكرة بتاعت إنه يعمل عملية ويرقد على السرير ما يتحركش خالص دي حاجة ندرة جدا ويكون فيه حاجة حصلت يعني يكون فيه الجراحة يطلع العين يقول فيه كذا كان موجود أو فيه سبب خلى العملية دي عملية غير تقليدية عندما العملية التقليدية اللي هم نتكلم في 90% من حالتنا العين يقوم يمشي تاني يوم العملية يتحرك بسرعة طبيعية ويرجع يمارس حياته الطبيعية لو يوطي ويشير حاجات تقيلة في خلال شهرين اللي تعتشوه أشكرك جدا دكتور يوسف طبعا يعني حلقة يعني أعايز أقول غنية جدا في هذا الموضوع عن أمراض العمود الفقري وأيضا تفاصيل عن التشخيص وأيضا العراض اللي ممكن تحصل وأيضا عن العلاج البروتوكوليات العلاجية وأيضا بروتوكوليات علاج الألم اللي يمكن تكلمنا عنها بالتفاصيل مع حقيق النهاردة دكتور يوسف عادي ساويس ماجستير جراحة العظام جامعةين شمس وخصصة جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الهرم التخصصي ومستشفى سيد العدرق ماريان بالزاتون باشكو حاجة مرة تانية شرفتني مشاهدين خلص حلالتنا النهاردة ونرجو تكونوا أنتكم ما استفدتوا جدا بيها ونشكركم بلحسن متابعتكم مشاهدتكم ونشوفكم في حلقة جديدة وموضوع طبي دائما مفيد بع برنامجكم صحة مك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة